شايف كيف زبط المراي واجيت على المراي الشمال كهاي الكبسة هاي جبت ايدي الباب بالزاوية الخلفية جبتها بالزاوية تمام باب كرسي موري حطيت حزام الأمان صديقي هاي حزام الأمان يعطيك العافية طبعا صديقي اسمع انا تسوق قدامك السواقة البرفكت الميثارية للنجاح بالرخصة انا فتت على الطرخ على السيارة السلام عليكم وعليكم السلام معك زياد ذغباري اعطي اسمك عشان يختصر عليك ويكون هويتك بيدك تعطي الهوية مباشرة ركبت الباب المسكرة زبطت الكرسي حسب الكلوتش لاحظ كعب اجري صور لي طلع على الهاي كعب اجري وينه بالأرض ولا بالهواء وركبة اجري فيها كسرة خفيفة اجري اليمين بين البريك والبنزين تمام دعست البريك دعست الكلوتش وزبطت الكرسي صارت الثاني بروك بتعجري زبط المراي الواصل طلع وجهي صور وحل ما بحكي بأشر صور لي وجهي شايف كيف زبط المراي واجيت على المراي الاشمال كهاي الكبسة هاي جبت ايدي الباب بالزاوية الخلفية جبتها بالزاوية تمام باب كرسي موري حطيت حزام الأمان صادقي هاي حزام الأمان اطلع حاضر طبعا انا رح اعطي أوردر الفاحص انتبه للتصوير وين بتصوير اه ركز مثلا بدي اغير بدي هاي طلع انا كل حكي بحكي وانا شو داعس وبرك اطلع اطلعت اول رماز مراقب وانتباع من النقطة العمية والنور الثنتين والانطلاق لاحظ انطلاقي هادي بس شوف انا كيف طلع صرت مغير ثاني شبه نزلة غير ثاني نشيط طلع داعس بريك لحاله بدون كلتش ولفيت على الكوربة مش قاعد تعجيك حالي واع نزلش تأميل كوربة بتتحمل حت خمستاش خمستاش عشبه نزلة ما بده غير اول مشيت مع حال فاحص لسا تنحط ثاني لانه سرعات الحارات لا تتعدى الاربعين فانا ماجي تلاتين فيه جوار فيه حفر وقف لي على اليمين مباشرة طلعت بالامراهي طبعا كله ثلاث ثواني بس اول ما لمست البريك طلع ما داعس تكلتش هسا داعس تكلتش وحطيت اول طب ليش زياد بتتعمل لانه انت يا صديقي اول ما يتيجي تلمس داعس كلتش مباشرة طب ليش طب اصبر على السيارة اعطيها نفس المس البريك بحنية ما بتعطيها ستلتش لكلتش مباشرة غماش شمال ستينك شمال مراقب وانتباه دوران دو مرحلة واحدة ليش فيه على جنبي اه زيره من الشارع او كتف من الشارع برجع ووقف برجع انتبه كوني بده ادخل الرئيسي لانه اطلعت من الرئيسي وجيت للفرعي وبرد انتبه واشدد الانتباه واكسب الشارع مصربي طلع شبه طلوع نشي تغيرت لاحظة الثاني طلع ثالث بماز رجعت ثاني رفعت كلتش طلع كب برفع كلتش رجعت اول ما برفع كلتش الاول لاني بده اوقف تتسير بوز السيارة مستوى الحافة وريني شايف كبوز السيارة مستوى الحافة معي طلع عليك بنتبه طلع طلع شايف سرعتي بالغيار خلص حط الثاني لا تطول معهم على الاول الثاني مش يعني غير اول ما تمشي السيارة لا اعطيها سرعة الثاني بسرعة حط الثاني انت فيك انه تتأخر تتحط الثاني يعني هاي احد علا لك اما زمين ورجعت للمسرب مورية كثيفة بدي هلف شمال بس بتخيل السيارة فايت علي بس طب ليش ما حطيت اول بدي هاش اول يزم لفي واسع وسرعة عشرين ليش دا حط اول طيب دروع على اليمين ها هاي غمات هاي بريك الحال لحد الان ما حطيت كلتش هس داعس كلتش هس حطيت اول لما نزلت تحت العشرين انت لأ مرات بتضلك على الثاني او مرات بتدعس كلتش بتحط اول وهي لسه فوق العشرين استخدام بدل السرعة والغير مناسب عليها البند هاي برضو نفس الاشي انتباه طبعا هاي الحركة انت بتعرف تعملها اللي هي تثبيت البنزين مع الكلتش هاي ممتاز انت ربنا الله هي احتراف يعني مش حركة عادية ما بعملها غير واحد سايق محترف هاي حطيت غمازينين اخد طلع كيف الزاوية طلع 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 كيف رسمتها طلع كيف هاي قلتش اول سيدي ووقفت انتباه في حدا فيش حدا هاي لفت طلع كيف صرت حط التاني هاي الفرق بين وبينك اني بحطت انه انا راسم احط التاني مباشرة مش مباشرة يعني بدون اه دلائل الغيار لا سحبت للسيارة هاي قلتش اول بنية الوقوف اذا في حدا يعني للسرعة تكون تحت العشرين نية وقوف تحت عشرين تمام لفيت الدوار وخليت بعيد عن كتفي طلع وان وجهت السيارة على المسرق حطي الخماز موري سحبت له حطي التاني طلع شو بدي اعمل هون تركت البنزين لما استيبريك تحكي العشرين واني قلتش اول اتجاوز كتفي واجري على مستوى طلع حتى جسمي جايبه انا كتفي جايبه باتجاه الصور اللي فتحتي البوابة ودخلي طبعا ممنوع الدخول على ادارتك اسمع اني انا كمودار بسواقه بقدر افوت تمام بس عشان معنا تصوير قاعدين بنصور ممنوع تصوير اماكن عسكرية السؤال رقم اتنين هاي بالله دقق لي بالكاميرا عشان تشوف كيف انا بتعامل معها هاي هاش دخل غير عادي باوتوماتيك هاي انها دخل بالقوانين التقاطعات انا طالع من باب الترخيص وقفت اجريه على مستوى الرصيف انا مكشوف اللي نازي اللي شايفه السيارتي بس انا مش شايفه صور وجه كيف بنتبه لسات ما طلعتش بلست اتحرك بس لا يعني اني اظني منطلق كسفت للشارع طلعت اتباه شمال يمين طلع اول طلعت اول لانه مطب عالي وسرعتي تحت العشرة يريد تحت العشرية هس هون اغير لا هون بدي الف وانا على كوربة حادة كوربة حادة معنا تحت العشرين معنات ما بده ثاني طبعا غيرت لا لانه سرعتي تحت العشرين هاي الجواز طلع ثلاثين سحبت انت لا انت في هاي العلة انت فهم شو علا لك عشان ما تعملها انت شو بتعمل بتعلي الجير بتعلي السيارة وبتعلي الفاحس بتعمل هيك 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 وبعدين بتغيير ليش طب ليش طب ليش ها تعوريك استانى بستاتمر بس التنقى عفوض المطل تعوريك الفرق بيني وبينك الفرق بيني وبينك اني بسرعة بجيبها للتلاتين وبحتها هاي بدها اول ليش ما طب بطلوع السرعة وصلت تحت العشرة ها طلع بدي حط ثاني طلع كيف رفعت الكروتس كايني باقوم نفس التقوير ها طب ها طب ها طب ها طب ها طب ها طب رفعت الكروتس كايني باقوم الغيار العكسي نفس التقوير مع الفكرة الرفعة انشط بشوي عشان ما نكرش انشط بشوي ها طلع بدي عكس اول وارفع كلتش الاول طلع كلتش بريك اشتركوا في القناة 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 شكرا